موسيقى موسيقى بداية من الحكومة اللي صرنا كم يوم نشوف انه رجع كأنه تدار محركات الحكومة من جديد كتبت بما قالك من يومين انه من المفهوم ان يعاود الرئيس نجيب ميقاتي السعي لولادة حكومة جديدة وسط التوقعات بصعوبة انتخاب رئيس جمهورية جديد. هايدي الحركة اللي عملها الرئيس مئاتي واللي بعدها تشنج الوضع اكتر وحتى تشنج مع وزير المهجرين وإلى اخره زيادة. الى اي درجة هي خطوة جدية ام ماذا؟ اين تطعب؟ اولا برأي عمل الرئيس مئاتي بالتفاهم هو بينه من رئيس بره برجح هذا الشي. لانه هو العلاقة الاساسية الجيدة معه هي مع الرئيس نبيه بره. وطبعا بتشيغل بالفرنسيين دايما بدون ان يكون في حكومة. اما ليش صارت هذه الحركة الجدية؟ لانه الكل صاروا على اناعة هي جدية يعني اعتبرتها. اعمل خطوة جدية بس لكن ما بتنتج. الخطوة جدية بس ما بتنتج. الخطوة اللي صار الكل عنده نسبة عالية من الاعتقاد او من الترجيح بانه احنا رايحين على فراغ رئاسي. خلال الشهرين يجيين ما في امكانية لانه يصير في انتخاب رئيس. او خليني اقول عزوزة عم تضعف كل مرة اكتر من مرة. رغم انه انا برجح من الاساس. انت برجح رايحين على الفراغ الرئاسي. نعم. بالتالي العطبي اللي عنده هي الرئيس مئاتي انه حكومته هي مستقلة. عطب شو يعني. بمعنى باطار النزاع الداخلي والصراع الداخلي اللي بدو سير. سيحمل جبران بسيل او فريق رئيس الجمهورية هذه المسألة لذها باتجاه تحصيل مكاسب سياسية مقبيلة. انه انت حكومتك يلي بلشنا نسمعها. نعم. ما بتقدر هذه الحكومة انه تعمله. وبالتالي فيه رأي بيقول بركي فينا نحصر ليا انه كمان ورقة تانية عدم خروج الرئيس من العبدة. واذا بديك هلا بنحكي فيه ونحودي كله نصوى. او انه بقدر حصر ليا بالاستحاق الرئاسي. بس لكن. الكل على انه كيفية مواكبة الفراغ الرئاسي. بالحكومة جديدة بس حكومة اذا بديك تروحها ليا. نعم. في عندك نقطتين. اول نقطة تعملي حكومة جديدة. بس لكن السقف تبعها. وفق التوازنات تبع الحكومة هاي. مواصفاتها. يعني اسماء جديد كله نصوى. بس وفق تركيبة هذه الحكومة. نعم. وفي صعوب بفير. يعني مثل ما عامل الرئاسي ماء تتغير بعض الاسماء. او ما يطرح الان تغير اسماء. الشيناك شايفه. انه الافضل او هو شايف. انه بلا اللبك تغير كله. بتروح على الاسماء. صار معروف. هو الاسماء. وزير الاقتصاد ووزير المهجرين. وانه بالمقابل جملات هون. وكمان في المجموعة السنية. اللي طلعت دي الشمال. كتلة نواب السنية. اللي بيكون حدا منها. جاوبوا تاني يوم عبر تونيش اير. مدير عامل أصر الجمهوري. بيقولوا انه انت شو عم تقل لي. ما هو اتنين لقلي. ما اسلام لقلي. ووزير المهجرين من فريقنا يعني. يعني انت عم بتروح التوازنات فيها. يعني انضربت هون. انا لقى فيها افكار جديدة. وواضح انه ما بتوصل لمحل. اذا بدوا. انا برأيي بهذا الموضوع. يمكن. الحقيبة المفتاح. اللي ما حكيوا فيها. بس بالإحاقة موجودة. هي حقيبة الداخلية. لاي حقيبة الداخلية. حقيبة الداخلية اللي كان لمح بالسابق جبران بيسيل. قال انه بدوها. لاي حقيبة الداخلية مهمة. لانه باطار الفراغ الرئاسي. انك تروح تاخد هاي الحقيبة. اللي بيصير مسألة السؤال الاساسي. او القوة او الارار الاساسي بالبلد. بإيده. للمسؤولية الامن. نعم. طبعا الجيش. تكون مسؤوليته اكبر. تقريبا بيصير هو صاحب الارار. من بعد الفراغ الرئاسي. اللي بس بلش فراغ الرئاسي. لانه هذه الحكومة. اقتصاد. وهذه بيكونوا بهتين. وبالتالي طبعا هون. وزارة الداخلية يكون لها. في حال ارادت يكون لها. واقع اساسي. لذلك كل شيء. وما قربت على هذه النقطة. أنا برأيي. وصل هذا الموضوع. بالسابق. بس لما هو طلعا بيقول له. هو يعرف تير من هي الرئيس مئاتي. انه اللي ما بي له. شو بده. هذا مش وارد عنده. انه يطلع من موضوع. وزارة الداخلية. ما بعتقد وارد عنده. لذلك. يعني الرئيس مئاتي لن يتخلى عن وزارة الداخلية. والنائب جبران بسيل يريد الداخلية لي. فك مفتاح. برأيي هذا الاساس. وبعدها بتحكي. لانه كمان. كل مين عم يعمل حساباته. بموضوع الفراغ الرئاسي. طالما هيك بتقول لي فازان. ايه ما بتوصل ما بتسمير. بس التحرك كان جد ايه. وبرأيي. ليه كيف جد اذا هو ما قدم له شيء. يعني طلع له حتى شوف. اذا كان عندك بهذا المحل. انا بقدر قدم لك. انه قدم. طلع جديا. مش انه حكي كان بعيد. يعني حتى من دوما يقول له شريف. اخذ الموضوع. وطلع له. وقدم اللي عنده. وقدم هذا الموضوع. بتقلي. بقليك جد بالتحرك. بس جد بالنتيجة. ما بتوصل له محل. بس هو اذا جد بالتحرك. لازم يكون جد بالنتيجة. ومتوقع انه بعد شهر ونصر. رح يقدم له زيت التشكيل. ما رح يتغير شيء. بس اذا كمان لي. ما بينه حساباته. ما بده ما بعطيك الداخلية. نبدأ الداخلية. هو حساباته. يعني اكيد هذه الحركة بلا بركة. ولن تثمر أي حكومة. باكدة.